مشاهدين بريطانيا طبعا هذا البلد المهم جدا وتحت الأنظار دائما سجل أسوأ انكماش سنوي منذ ما بدأنا بتسجيل هذه الأرقام يعني منذ 1709 أو أيضا في تاريخي ماذا حصل بذلك؟ بداية لازم نعرف أن بريطانيا هيق قوة اقتصادية خامس وسادس وسابع قوة اقتصادية في العالم لأن تنافس هي وفرنسا والهند على المركز الخامس طبعا المركز الأول هو الوينت منتحدة المركز الثاني هي الصين عندنا اليابان وألمانيا إذن الخامس هو متقارب الاقتصاد بين هذه الدول أسلات وبالتالي أي هزة مثل هذه الهزة التي شاهدنا ممكن أحد من هذه الدول هو يصير خمس قوة اقتصادية في العالم أعود إلى هذه 10% خلال عام كان متوقع عن ذلك طبعا مع الإغلاق لأنه صار فيه إغلاق كامل بعدين صار فيه إغلاق جزئي رجعنا شيئا عندنا كمين مرة جديدة إغلاق ثالث أكثر من ضعف التراجع خلال الأزمة المالية كان رقم كبير جدا بالنسبة إلى بريطانيا أسوأ إن كماش تاريخي كما نشاهد حتى أيام الأزمات الكبيرة إن كان بالسبعينات والثمانينات الأزمة المالية كمين لم يحصل هذا الألقام المخيفة الأسباب كمين أيضا عادة أنه الضغط كان كورونا بحد ذاته أيضا تؤثر بقوة على بريطانيا وخصوصا بعدد الوفيات وأيضا أن بريكزيت موضوع لحاله وطبعا يعني كورونا بريكزيت هو ملفين هون بالنسبة إلى بريطانيا أيضا أريد أنه شيء أنه بريطانيا كدولة هي دولة أيضا دولة نفضية لأنه عام 2018 كان صدرت تقريبا تسعمائة وسبعين ألف أنتجت تسعمائة وسبعين ألف برميل يوميا قوة تصديرية مهمة قوة انتاجية بالنسبة إلى النفط أيضا لكن في عنده ندان إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليا عند الـ 85 في المئة ممكن يرتفع بقوة إلى أكثر يعني واحد أكثر من 100 في المئة خصوصا نتج المحلي 2.85 ونتكلم عن الديون اللي هي أقل ولكن ممكن ديون سي 3 تريليون دولار وبالتالي هذا المراكب سيرتفع بقوة نعود إلى طبعا بالنسبة إلى الإجراءات الاقتصاد الوظائف وغيرها الإغلاقات كما ذكرنا هناك الإغلاق الأول مثل كل دول الحالم شاهدنا هذا الإغلاق وهذا الانهيار الكراش نشاهده بالاقتصاد ثم عادة مراجلية شاهدنا بعض الارتدادات وخصوصا بمبيعات التجزئة وحصل إغلاق جزئي كان التوقع أنه يحصل هذا النمط من الارتفاع مرة جديدة طبعا نشاهد كل ذلك التغييرات اللي عم بتصير بالنسبة إلى التطعيم لأننا أكثر من 15 مليون حالة من أنه يصار فيه تطعيم هذا مستوى كمان مهم جدا البارس ببريطانيا سرعة الإجراءات هناك سرعة بالإجراءات أكثر من الدول الأوروبية الأخرى مستويات لـ 2016 نحن نتكلم الآن عند 5% بمعدلات البطالة طبيعي مع هذا الكراش 10% بدي يكون فيه صعود أيضا بالنسبة إلى معدلات البطالة أيضا بالنسبة إلى التصنيفات ما هي نظرة الشركات التصنيف الاعتمالي بالنسبة إلى اقتصاد بريطانيا طبعا الشركات الثلاثة اللي عم نتكلم عنهم S&P فيتش وأيضا موديز كيف كانت نظرتهم أبدأ بفيتش اللي هي رقم ثلاثة تقريبا من بعد الشركتين الكبار نظرة مستقبلية سلبية هذا كان بأكتوبر التأكيد على التصنيف وشاهدنا هنا إن كان فيه نوع من لاحظوا كنا دابل آي سونا آي آي ماينس بعدين النسب إلى موديز أيضا بأكتوبر لاحظوا هنا فيه تغيير بالتصنيف طريقة التصنيف بالنسبة إلى موديز هنا دابل آي سري بعدين نشاهدنا دابل آي تو تعديل الناز المستقبلية كمان من سلبية إلى مستقرة هنا بالنسبة إلى موديز عما بالنسبة إلى S&P الابقاء على التصنيف عن دابل آي بالنسبة إلى بريطانيا طبعا بريطانيا كيف هيكون ردة الفعل والإجراءات بالنسبة إلى ماذا يحصل في اقتصادها حملة تطعيم فورية كنا قلنا 15 مليون طبعا بالنسبة إلى اللقاح أول دوز أو أول جرعة وهون نشاهد أن الحكومة خطة التحفيز كمان ما قصرت نشاهد 4.6 نتكلم مليار وهنا أيضا خفض التوقعات نمو الاقتصادي لكن كان متوعين 7 وربع في المئة أصبحنا عند 5 في المئة المستويات العودة إلى نفس المستويات ما قابل الجائحة ما حيكون قبل 20-22 إذا استمت سيطرة على الوضع كما هو متوقع هذا هو كان أسوأ انكماش سنوي لبريطانيا منذ تسجيل الأرقام فارهي و تسجيل الأرقام أطعم فارهي و ت thigh